السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه النهاردة ان شاء الله هنعمل الماكرونة بالبشاميل بكل تفاصيلها بكل تكاتها هتطلع معاك احلى ماكرونة بالبشاميل هتعمليها في حياتك طعمها روعة وازاي بقى تطلعيها خرش بالشكل ده هتطلع معاك زي الشكل ده بالزبط متنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اللي جديد بصراحة ماكرونة بالبشاميل تحفة اول حاجة معانا رحمة مفرومة انا جايبها طبعا من عند الجزار وفرماها في البيت بتكون انضف واضمن طبعا هنضيف عليها بصرا مفرومة وبعد كده معلقة صلصة هنضيف البهارات بتاعتنا البهارات طبعا فلفل اسمر وملح الناس اللي بتحب القرفة وممكن نضيف عليها نص معلقة قرفة لو ما بتحبيت شبه خلاص هنقلبهم ونسيبهم على نار متوسطة معانا الماكرونة انا حطيت الماء تغلي حطيت شوية ملح بعد كده حطيت الماكرونة هسيبها تغلي هنقلبهم بشمال معانا سمنة او زبدة هنسيحها وبعد كده نضيف ثلاث معلق من الدقيق ونقلبهم كويس لحد لما نحمص الدقيق كويس في السمنة اول ما ريحته كده تطلع انه متحمص هننزل عليه باللبن ولحطيت شوفه وارسام ننزل عليه باللبن شوية شوية ناقلبه بالوسك ثلاثي يتقلب فيها إنكسه حنا السيطرة مراسة لربن كبيرة كبيرة لمشينهم لربCo شخص هذا لازم ايديك فيه التقلبية لاسيطي تقلب تخلص كمية اللبن و لا يفضل معك كلاكيع في البشاميل طبعاً هذا كله والنار متوسطة أو واطية عشان لا يتحرق منك البشاميل و نضيف كمان عليه كوباية من المياه المكارونا أو لو معك شربة شربة لحمة أو فراخ أو كوباية من المياه المكارونا هذا يتغير من طعم البشاميل و تضيف طعم حلو سوف نسيبه لحد كده لما يتقل معانا و يوصل القوام اللي احنا عايزينه سوف نضيف على النار خالص و نضيف القلب فيه سوف نضيف عليه الفلفل الابيض ربع معلقة صغيرة نضيف نستن لو عندك كيري أو نستن أي حاجة و ممكن ما تضيفيش الإضافة دي بس دي زيادة يعني دي بتعمل طعم لو في قشطة برضو ممكن تمشي معاكي ضفنا الملح و كده البشاميل جاهز معانا كده وصل القوام اللي احنا عايزينه هنضيف المكارونة جبنا الصانية اللي احنا هنعمل فيها البشاميل دهنناها بشاميل بعد كده حطيت على المكارونة بتاعتي شوية بشاميل اللي بتهم في بعض بعد كده حطيت نصف كمية المكارونة في الأرضية بتاعت الصانية بعد كده نزلت باللحم المفروم المتعصجة عندي كده فردتها كويس في الصانية ايوه نفردها كويس زي كده و طبعا عندي جبنة مزاريلا لو مش عندك برضو مفيش مشكلة دي اضافات الجبن دي اضافات على البشاميل بديها نكهة زيادة بس هضيف عليها الجبنة المزاريلا وبعد كده نصف كمية المكارونة اللي فضلت هروزحها كده على الصانية نوزحها كويس بحيس انها تكون مغطية اللحم المفرومة المتعصجة معايا وبعد كده هننزل بالبشاميل يفضل نحن نزود كمية البشاميل علشان تدينا كده قوام كريمي في البشاميل بتدي طعم و قوام كده كريمي في الصانية طعم تحف بصراحة يعني اما تزوديها اما تزودي البشاميل في الصانية بيديك طعم احلى بكتير لما يكون بشاميل قليل ايوه كده هنساوي البشاميل في الصانية كده على الوش هنساويه كويس وبعد كده انا عندي برضو هجبنا مزاريلا هحطها على الوش برضو تضيء اضافة لو مش عايزة خلاص يبقى كده هتدخل صانية الفرن الرفل في النص درجة حرارة مية وتمانين هتشغلي الفرن من تحت بعد لما اشغلي الفرن من تحت هتولع من فوق لحد لما تتحمر وتطلعي شايفين بقت شكلها ازاي هي تطلع كده سايحة شويا لو انت عايزة تكلها سخنة لكن لو عايزة تطلع معيك خرط احنا لازم نسيبها تبرد شويا عشان تطلع معيك خرط زي ما احنا عايزين بصراحة مكرم بشامل تحفة متنسوش تضغطوا على الجرس بتعملوش شويا كالإنما اختترون هي تش двигاتنا الجديدة ايوة هنا بعد لما بردت شوية سايفيني الخرط طلعت ازاي متحمرة من فوق ومن تحت و طبقات ما شاء الله عليها ماتنسوش تجربوها وتقولو لي ايه رأيكو في الكومنتات سايفيني الجنال سايفيني الحلاوة تسايفيني الجنال شكرا قوام شكرا شكرا تحفة طعم لا أرواع جربوها وشتندم إن شاء الله شكرا شكرا